لا زال الحديث موصولا عن حجة الوداع لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة الكبرى وقف في أسفل الوادي وجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه واستقبل الجمرة وهو على ناقته وكان الوقت ضحى فرماها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصات منها وهو يقول خذوا عني مناسككم ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنحر بمنا فنحر بيده الشريفة ثلاثة وستين ناقة وكانت النوق يتدافعن إليه بأيتهن يبدأ فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحر هديه دعا الحلاق فحلق رأسه الشريف حلقه معمر بن عبد الله العدوي رضي الله عنه قال أنس بن مالك رضي الله عنه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل رواه مسلم قال الإمام الذهبي فوالهفي على تقبير شعرة منها فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حلق رأسه الشريف لبس القميص وأصاب الطيب طيبته عائشة رضي الله عنها ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض بالبيت قبل الظهر فطاف طواف الإفاضة على راحلته ليشرف فيراه الناس ثم أتى زمزم وشرب منها ثم رجع إلى منا من يومه ذلك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الجمار في أيام التشريق الثلاثة بعد الزوال وختم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته المباركة بطواف الوداع وقال للناس لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت متفق عليه ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقد استصحب معه شيئا من ماء زمزم فهذه حجة النبي صلى الله عليه وسلم مختصرة جدا التي عرفت بحجة الوداع